موسيقى أهلا وسهلا فيكن لنوصل على السماء برنامج جديد اخترنا هالعنوان مين مننا وما بحب يهتدي على طريق السماء كل الأديسين ولو ظروفهم اختلفت تجمعهم محبة يسوع لأول حلقة اخترنا نحكي عن حياة الأديسة تراز الطفل يسوع تراز طفل يسوع بحكمة طاعة قالت للراهبة أنت عندك إيمان كبير بدي إياك تكتب قصتك وكل شي بيمرق معك هي تعجبت بالأول بس قبلت هي وعم تكتب القصة تذكرت واكتشفت أنه الرب يسوع حاضر بكل لحظة بحياتها وهي دا شي زيدة فرح وقالت هي دا قصة روح لأنه أنا ما درست لليهوت ولا معيشادات بس خبرت كل شي من قلبي وبصدق وببساطة أنا أكيدة قالت قبل ما تنتقل أنه الناس رح يحبوا قصتي وبالفعل انتقل التراز وتحققت النبوءة وقصتها حبوها العالم كلها ووين ما كنا بكل البلدين منلاقي كنيسة للإديسة ترازة طفل يسوع حتى بالإسكندرية إسلام ومسيحية كبار وصغار بيزوروا المزار وبيسموها إديسة الله الصغيرة وحتى بيقولوا ميتيران لما كان يروح على الإسكندرية كان يطول قدام المزار ويصلي جون بولدو قال عنا دكتور الكنيسة وهيضا اللقب زاد من شهرتها وأعطى للمفكرين والكتاب والبحثين والليهوتين يبحثوا بكتبها أكتر هي عندها 266 رسالة 54 قصيدة و22 صلة وتأملات كتبها توزع وين مكان حتى البابا فرانسيس بأول مشوار لقاله يسافر حامل شنطة سودا سألته الصحفية شوفي بقلبها الشنطة ليش حاملها قالها في عدة الحلاقة وكتاب للإديسة تراز طفل يسوع وبوعزاته بيقولوا بيطول بالحديث عنه وبيستشهد ببساطته وحكمته وإيمانه القوي حتى ليزيو المنطقة يلي سكنت فيها ترازة 11 سنة بيقولوا بالأول كانت قبل الحرب كانت مرتاحة متكلة على المعامل وعلى زراعة بس بعد الحرب وقفت المعامل والزراعة ما بقت كفة فتقرت المنطقة كتير لكن من بعد ما تراز نسمعت قصتها وصارت إديسة الحجاج بيجيش بيزورها مليون نسمة بالسنة وبيقولوا صارت أهم منطقة حج بعد لورد بفرنسا وإذا حبيتوا تعرفوا أكتر قد ما الحكومة اهتمت بهالموضوع عملت خط أزرق على الطريق رح نشوفه سوا هلأ رح نشوف الخط الأزرق المرسوم على الطريق يلي بوصلنا بالأول على بيتها لإديسة ترازة وبيوصلنا الخط الأزرق على كل الأماكن يلي كانت تتردد عليها الإديسة ترازة خلقت الإديسة بعيلة برجوازية مرتاحة البي اسمه لوي مارتان والأم اسمه زالي عندهم تسع ولاد وهي رقم تسعة بس أول سنة من عمرها كانت صحتها كتير ضعيفة اهتمت فيها الممرضة اسمه روز بس الأم لأنه عندها عيلة كتير كبيرة قدت لها لاروز خليها عندك بدها تراز اهتمام خاص بس تير مرتاحة منيح بجيبها على البيت وهيك بقت عند الممرضة روز أول سنة من حياتها ولما صارت صحتها منيحة رجعت على البيت عند أمها بس هيدا ما بيمنع أنه خلق عملنا جرح لتراز لأنه كانت تعودت على الممرضة بس بين الأم أحضان الأم وحنانة وإخويتها والعيلة الكبيرة نسيت تعودت وتعلقت بأمها لعمر أربع سنين بعمر أربع سنين فقدت أمها وهيدي كانت صدمة جديدة تراز مش عارفة شو بدها تقول بتقول ما بنسى المشهد يلي كل إخواتي تجمعوا حواليها حسب العمر واقفين وبي بعيد عم يبكي كل وجهه دموع قرب لحده وقال لي هيدا آخر مرة بتقدر تبوسي أمك والدعية هي قالت ولا بكيت ولا صرخت ولا حكيت بس كانت صامتة قربت بستة على جبينة وبتقول من هاللحظة أنا سكتت ونزويت وصرت كتير خجولة بالبيت حضنوها كتير لتسترجع نفسيتها وفرحها يلي كانت هي يقولوا عنها إنه عطول فرحة تترجع لابتسامتها يهتموا فيها ويدلعوها كتير وخصوصي أختها الكبيرة يلي حلت محل أمها وصارت تعتبرها أمها التاني تخدها معها على الكنيسة تخدها معها على الحديقة تخدها على الطبيعة تلعبها بتقول تراز أنا احتميت بالطفولة معي تبدي اتعلم سوي شعراتي لوحدة معي تبدي اتعلم سوي شريري لوحدة لأنه خفت إذا صرت أعرف يتركوني وبنفس الوقت تخيف لأنه تقول بلكي عزبتن بلكي تسأل أختها أنا عملت منيح اليوم إذا أختها قلت لقيه عملت منيح تنام سعيدة كل الليل وإذا بالغلط قررت لا لأ كنت عزبتيني كل الليل تقضي عم تبكي حساسة كتير كانت تراز وكانوا ينتبهوا لأحساسها المرهف لا صار عمرها تسع سنين وبتسع سنين قررت أختها الكبيرة تدخل على الدير وهون الصدمة الأكبر يلي تراز بتفولتها ما قدرت تحملتها وما قدرت تعرف ليش كل اللي بتحبهم عم بفلوا صخنت وسخنتها صارت تشتد أكتر وأكتر حتى الأطباء ما عادوا يلاقوا لدواء ويلاقوا سبب لمرضة رفعوا إيديهم وحتى قالوا أنه يمكن تنتقل متل ما انتقلت أمها ومرة هي كانت طريحة الفراش وأختها مريء وليونينا طرينا صارت تقول متل واحد هذيين بلشت بصوت واطي تقول ماما 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 أختها التحكية ما ترد عليها ضل كلمة ماما على شفافة من صوت واطي لصوت أعلى لصوت أعلى لصارت صريخ ماما ماما ركعت مريء أختها وركعت أختها ليونيوي يصلوا للعذرة قدام الشخص الأبيض اللي موجود بقضتها ويقولولا يا مريم ما في غيرك تساعدينها وانت تجيوا بيها وتروقيها ساعتها برمت كمانا تراز على الشخص مريم وبتقول دي لحظتها شافت نور طالع من هالشخص الأبيض وحتى وج مريم صار وج طبيعي وعيونه مليانين حنين وجمال ما في أجمل منه ومع كل هالجمال والنظرة اللي فيها حنية اللي عم تطلع فيي بتسمتلي قالت هي بتسمتلي ومحت خوفي وقلقي ويأسي وشفيتني وفرحتلي قلبي وقمت من السرير وقالتلون أنا عم بحلم ولا اللي شفته حقيقة ومن وقتها قالت مريم صارت أمي مريم العدرة أمي والساعة اللي بعوز شي صرت ارتاح اجي احكيها لقلها رح نشوف هلأ شخص مريم اللي عامل معها الأعجوبة بيا واما لتراز متل ما قلنا هن بيدورن قتقية كتير وبدورن كانوا حبين يدخلوا الدير ويتكرسوا لكن الرب أراد أنهم يأسسوا عيلة حلوة وهي كل العيلة تتقدس وهيك صار جابوا تسع ولاد الخمس بنات تدخلوا الدير وكانوا حريسين من أولون أنه يوصلوا يسوع لقلوب ولادهم هيدا بالنسبة إلهم غناهم الحقيقة مع أنه هن كانوا عيلة مرتاحة غنية البي ساعاته يعمل ساعات يشتغل بالذهب وبالفضة وإما زي لي من باب الفن تطرز تعمل تطريز وتعمل أكتر شي عرفت خياطتها بخياطة الدانتال وخياطت الأولادة فساطين وتياب أول أربانة خصوصا فسطان أول أربانة المهم بالعيلة وقت كان التراز بها العمر كانت كتير سعيدة لكن لما انتقلت الأم البي ما عد يتقبل يقعد بنفس البيت لأن فيه كتير إشياء بتذكروا وبتخلل كل أولاده يكونوا حزانة انتقل من منطقة ألوسون اللي كانوا فيها لمنطقة بويسوني مطرح ما سكن التراز فيها 11 سنة وبهيدا البيت مألف من طابقين وفي حديقتين للطابق الأول قدامه مدخل حديقة والطابق التاني كمان في حديقة حلوة كتير مطرح ما كانت تقضي أكتر أوقاتها تراز بهال حديقة تراز عملت المغارة وهالمغارة بعدها موجودة لليوم كل الزوار بيشوفوا مكان المغارة بعضه محفوظ وبيشوفوا الغراض يلي كان بيا يشتغل لياهن متل ما قلنا من الحيس والفضة منشوف الشمعدين منشوف المبخرة منشوف البقرة منشوف المغارة يلي كانت تعملها تراز لأنه عيد الميلاد كان يعنيه لكتير وبنفس الوقت بهالحديقة يلي كانت تلعب فيها كان فيه قفص وجيب لأرنب وأوقات كلب صغير كمان كانت تهتم فيهن اليوم منشوف بالحديقة عاملين تمثال لبية ومعه تراز لأنه كانت من بين ولاده علاقته بتراز مميزة كتير وعارف أنه بحاجة العطف كان يخدم شوير هو وكان يغني له وتقول تراز أنه صوته كتير حلو بية وما يغني حيال لأغاني يغني أغاني فيها قصص وفيها معاني وفيها تتوصل لن العبرة من خلال الأغنية ومن خلال الصوت الحلو يعني كان يعلمهم على الأشياء الحلوة والتهديب بطريقة غير مباشرة بطريقة الغنى ومرة كانت مع تراز عم تتمشى معه بالليل بيقول هو أنه عطول بنت تراز رأسها مرفوعة السماء هي بتقله بتدله بتقله ليك مكتوب حرف اسمي حرف التى بالسماء بيسافر بية مرة ليجيب غراد بخصوص الشغل هي بتصليله بس بتشوف رؤية رؤية بتزعجها كتير وهيدي الرؤية بتشوف بية مريض ومقعد على كرسي بتزعل كتير بتخبر إخويتها إخويتها دغري ليشيلوا هالفكرة من راسها صاروا ياخدوها مشابير عالطبيعة وأول ما شافت التيور بتقول تراز هيدا الجملة بتقول لازم نتضل نخلي روحنا قريبة للرب لأنه لنقدر نطير دغري لعنده ولما أول مرة اكتشفت البحر وشافت بوقت المغيب الشمس عم بتغيب وخيوط الشمس على البحر بتقول لازم نفس الجملة لازم نفسنا تضل قريبة للرب لأنه ما منعرف أي متن منسبح لنوصل لعنده بس بقي وسويس براسة دايم بطفولتها وهي إنه يتعبوا منها ويتركوها كان عندها متطلبات ليضل يهتموا فيها وهو تعتبرون خطايا راحي تعترفت عند الأبونا اسمه بير برو قلت له بكل خطاياها بإلا الأبونا بس بعد ما اعترفت بإلا ما تخافي يسوع ما في شي من هو دي زعلوه ولا شي حزنوا من أخطائك فيك ترتاحي يسوع منو زعلين منك بتقول بهيدا النهار كان أسعد قيام حياتي لأنه تطمنت إنه يسوع منو زعلين مني وهيدا الاعتراف الأول ما بنسيه بحياتي صار وقت تعمل أول قرباني بتقول بهيدا النهار كان أسعد قيام حياتي وعيت كتير بكير حضرت حالي لبست أحلى فستان من خياتي تأمي لأن أخت إخوتي خبروني أنه هن لبسوا نفس الفستان بس كل واحد بالدور وكان كل ما واحد يلبسوا يرجعوا يضبوا الفستان للولد التاني فستان أبيض كتير حلو لبسته وراحت ولما تناولت بتقول كانت السماء مفتوحة ووصفت الأرباني بالقبلة وبتقول قبلت يسوع إلى روحي وفكرت وتأملت وهالعرفين بجميل اللي شعل بقلبه قالت يسوع عمل حيله صغير ليدخل بحيلتنا وأنا كمان بدي ردله جميل وأنا كمان بدي أقدم له حيلة وحياتي وبدي أصير قديسة وحلم القديسة بلش مع تراز بس بعيد الميلاد سنة 1886 كان هيدا أجمل أيام حياتي كمان بتقول لأنه بهالعيد الميلاد قبل ما تروحها للقديس نصليل غمري تباية وقلت له أنا بابا اليوم رح يجيني كتير هدايا وراحت على الكنيسة بس بتقول لما قدست وخلست ما بتعرف شو اللي تغير فيها كل شي تغير فيها قالت هالطفل صغير غيرني نقلني من حالة الطفولة وقفاني المراهقة لوصلت لأمرأة جاهزة بخطة كبيرة تتقدم نحو نداء الرب وقالي حسيت حالي حرة وخفيفة وأنا مش مصدق أنه هالقدي كبرت وهالقدي فرد وهلي معت طفلي معت بدي شيلة إلي معت حيس حالي حزينة وبدي ضل إبكي وضل طالب بالأمور والهدايا حسيت حالي بالعكس بدي فرح غيري صار عندي اندي فعسة وبالآخرين هيدا الطفل المغارة الطفل الصغير غيرني ووصلت على البيت بتسمع بيا عم بيقول لأختها أي متى أختك بدأ تكبر أي متى بدأ تبطل الطالب بها الهدايا وهيدا الكلسات هودا آخر سنة بينحطوا على الشجرة بتقله وطي صوتك إذا سمعتك رح تبكي وتحزن بتقله انت راز سمعته بس أنا مني حزينة أنا معه حق البابا أنا لازم أكبر وصرت كبيرة وماني حزينة أبدا بيا تعجب قال لي عن جد مني قد علاني قلت له لأ أنا حيس حال كبيرة وبقلبها قالت صرت حاضرة لروح لبي نداء الرب من الهدايا اللي تلقته انتراز هدية كتير عزيزة عقلبها وهي شخطورة من أختها مكتوب عليها في عليها ملاك بيقول أنا ولو نايم قلبي دايما سهران ورح نشوف هلأ ألعاب ترازل كتيري يلي كانت تتلقيها وألعاب تقيلة وحلوة لأنه هن كانوا مرتاحين من اللعبة لسرير اللعبة للإشياء الإدوكاتيف في الألفابي للقواني المرتبة اللي كانت يستعملوها من كبيات وصحون كان إشياء خاصة لإلى تهدى أيام الأيد وبنفس الوقت كانت تعوزها ترازل بالأيام العادية رح نشوفه نسوا تراز حل ما تدخل الدار ونطرت لصار عمرة 14 سنة لقالت خلص صار لازم اسعى لأدخل الدار بس بيا ما كان موافق قال لها هيدا شرف كتير لا إلي أنه الرب عم ينادي لكم كلكم تدخلوا ع الدار بس يا بنتي كل إخواتك دخلوا الدار أنت خليك لازم تأسسها عيلي هي راحت عند عمه إزودار ليقنع بيا إزودار قال لأ أنا مع بيك ومرأي بيك وبرفض أنك تدخل الدار راحت ساعتها عند مدير الكارمليت اسمه اسمه دوترويت كمان دوترويت رفض بإعاز من بيا على أساس قال لأ بعدك صغيرة وبعد بكير أنك تدخل الدار شو عملت هي وكلهم بيقولوا أنه شعرة أشقر حلو كتير وطويل وكانت تبرمو يشتغلو لها فيه إخواتها يعني قد ووقت قد ما كانت شعرة حلو رغم جمال شعرة بتقرر تربط شعرة على تعملو كعكة مثل الكبار وهيدا لتعطي أنه هي صارت بعمر كبير وصارت قادرة وحاضرة تدخل الدار لكن بيا جرب بيشيل من راسها الفكرة وبرمها قالت له هي طيب خدني على روما وراحت قابلت البابا ليونس سالس عشر وقالت له عن رغبتها بليز قول لبيا نعو أنه يخليني أدخل الدار قال للبابا لازم تسمعي كلمة المسؤولين عنك قلت له إذا أنت بتوافق كلهم بوافق وبس قول نعم عجقة وقال لي يلا 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 ما تستعجلي إذا الرب إيرادة الرب بدا ييكة تدخلي عالدير راح تدخلي بتفل هي حزينة وفرحينة بنفس الوقت حزينة لأنه ما وفق بس فرحت لأنه ترك هالأمر بإيد الرب إجت على البلد ونبقيت تصلي بعيد البشارة اتسلمت رسالة من دير الكرميليت بقلولا نحنا أبوي بالكرميليت نفتحت لإلك وهالشي كان قبل ما يصير عمره 18 سنة ما صدقت طارت من الفرح دخلت الدار قالت ما بطلع منه كل عمري أنا هون للأبد بس لما بقيت بالدار بيقوله بعد فترة قصيرة بيا مرد ومرد كتير ودخلت المستشفى وعمل أعصاب وبقى ثلاث سنين وطلب من بعد ثلاث سنين إنه يزورها لتراز أخدوه على الكرسي مقعد ولما شفته اتذكرت الرؤية حزنت كتير هي اللي كانت تسميه الملك وهو اللي كان يسميه ملكتي الصغيرة قالت بي الملك المنصحق متل كأنه الرب شفته هيك بالرؤية تذكرت الرؤية اللي فرجيها إيها الرب بالرب إنه بيا مقعد قالت كان عم بيحضرني يعني كل شي بأمر من الرب وهيدا الشي أعطاها سلام رغم الحزن بس اتقلمت بس ما حزنت متل الإنسان اللي ما عنده رجا تقبلت الموضوع بسلام ولما شافت بيا عم يبكي ولما علد إيده على السماء وكان لسانه تقيل قد ما فيه جرب لي إلا أسيال يعني بالسماء فهمت إنه جاية يودع فالبيا وكانت هي بتقول حزينة عم بتصليله بس شافت كأنه يسوع حامله على صليب الأوجاع ليرفعوا ع السماء بيا رح يصير إبديس وقالت يا يسوع أنت بتتحاضر معنا بكل تكي وخاصة بساعات الألم وأنا متل بي ومتلك بدي إشبهك وبدي أصير إبديسة وأطلع على السماء وصار هي جسا تصير إبديسة حلمة لتراز تصير إبديسة لكن قالت كل معارض حيلة بالإبديسين لاقي فيه مسافة كتيرة بيني وبينهم مسافة كبيرة هني متل الجبل يلي طالي للفضاء طاية للفضاء وأنا متل حبة الرمل يلي على الأرض وكمان عم تندس وتغرق أكتر وأكتر بس قالت أنا ما يقست ولو فيها الفرق لأنه مش ممكن الرب يسوع يخلينا نحلم بحلم هالقد نريده بقوة وهو ما يحقق لنا ياه وخصوصا إذا كان لمصلحتنا أنا عم بطلب يصير إبديسة وأكيد هيحقق لها الحلم وتذكرت واللي طمنا أكتر أنه هالشي رح يثير لما سمعت أي من آيات يسوع بها المعنى بيقول تعالوا إليا أيها الصغار قالت براسة خيلت يسوع فاتح إيدي وعم بي ناطرني لأركض أنا يسلقيني بين إيدي وقالت عن إيدي يسوع أنه متل الأسانسور هو اللي رح يرفعني بس بنفس الوقت بالتفكير الولادة الصغير وبكل بساطة وبراءة قالت مش لازم تقل على يسوع ومش لازم خفف يعني حمله تقل منشان هيك لازم أنا ضل صغيرة وبعدين هي وعم بتصلي قالت مادام يسوع سبقنا عندي فكرة لازم فتش على الأسار لا إلحقه لا يقدر شوفه لا يقدر اتعرف عليه أكتر وساعتها قالت تعرفت على الإنجيل بس اللي بدي قوله هون وقف نت في صغيرة إنه كل هالحب اللي حبته قبل من دون ما تقرأ الإنجيل الإنجيل بلشت تقريه من هلأ من هي وبالدار قبل ما كانت تعرف هالقدة شو بيقول الإنجيل؟ يعني الحب بقلبه قدي مهم الأهل يغرسوا بولادهن يحطوا يسوع بقلبهن هنو عم ينمو يعني متل ما عم ينمى الجسد لازم تنمى الروح بالغذى الروحي وبكلام يسوع وبالحكي عنه وبالحب بدي أذكر إنجيلين تأثرت فيهم تراز الطفل يسوع ورسلت أختها سلين وقلت لا مش معقول تتخيل يسوع هيدا الإنجيل لما يسوع وقف قدام الأضاط تخيل هالإله الكبير العظيم القادر المؤتدر يضعف حاله ويعمل حاله ضعيف ويوقف قدام الأضاط ليحكم عليه بس قلت لا لأختها أنا بقول ضعف حاله لأنه الرب يسوع يرغب أن يكون محبوبا مد إيده لإلنا شحد الحب شحد الرحمة شحد حدا يساعده بس يا هالترى حدا ساعده وفي إنجيل تاني كمان أثر فيها كتير بتقول لما يسوع ظهر لتلميزه عند البحيرة وشايف بطرس مع الرسل وقال لهم شو عملته قال له بطرس كل النهارة عم نشتغل ما أخدنا شي يسوع بتقول تراز تأملة أكيد فرح بشغلهم وبدهم ياهن يشتغلوا وبدوا ياهن يعرفوا إنه ضعفهم يعطرفوا بضعفهم ويعرفوا إنه الرب هو اللي قادر يعطيهم وكل شي نحن بعلمنا الرب يسوع ولازم معه وعلمه هالشي لتراز قال له ما بدي إياك تعدل إشيه اللي بتعرفيه وتنسبيه لإلك كل بدي إياك تقولي إنه هيد قوة الرب اللي فيه يلي عم بتخليني أعمل إشيه منيحة تراز هيك بتقول لنتعرف على ضعفنا والرب قادر على كل شي وكان بين المريسة اللي بين أختها وهي كان فيه صورة كتير حلوة كمان صورة رسمتها أختها سالين بعطتها واللي هي كنية عن رسمة العدرة رح نشوفها سوا هلأ حاملة الطفل يسوع هيدي رسمة أختها سالين بتقول تراز بتدير أنا صلي وكل وقت مع يسوع وقول شو حلو هلأ ما عندي شي إلا قعد معك وبالقعدات معه والصلاة بتقول هالزبلة روحي ارتقيت علمني أول شي ما تزمر ونق علمني شو ما كان الزرف بحياتي حلو أو بشع منيح أو عاطل علمني استفيد منه بتقول علمني إنه الحب الكامل هو إنه نتوصل نقدر نحب يلي عنده نعيوب وأخطاء وهالأخطاء بأخطاء عم يأزونا هيدا الحب الكامل تحمل عيوب وأخطاء الآخرين وبتقول مرة أكيد أنا بدي اتحد بالرب يسوع وبدي أرديه وما بدي إلا تكون حده أرديه بس بالحياة البشرية الطبيعية بالدير في عذاب مش كل شي مثل ما بدنا في أخط راهبة بالطبيعة البشرية عندها حب المنافسة والغيرة والحسد والفوقية والانا وتعمل إشياء لتعصبها لتراز وتراز تصلي وتعمل مجهوده وتتذكر كلام الرب الحب الكامل هو تحمل أخطاء وتحمل عيوب الآخرين وتحمل الأخطاء وخصوصي تجاهنا صارت تتبادلها تراز باللطافة بالمودة وهديك تتعجب وتراز كل شي تكون منيحة هديك تزيد مثل كأنه عنفوين وتكبر مرة إجت لها مرة بيقوله المحبة كأنك عم تسكب نار على رأس الخاطئ وبيستخش بالآخر إجت لها عندها قالت لها أخت تراز فيني أعرف شو اللي بيعجبك فيه هالقد طب تضلك تلاط فيني قالت لها أكيد بيعجبني فيك يسوع يلي بقلبك يلي عم بيحول كل مر لحلو هيدا هي تراز وبتقولها يليقى صارت حلوة من وقتها بس يسوع كلم كمل يعلمني ونحن بحاجة أنه نتخلى كتير علمني أنه حتى المواهب المعطاطلة إلنا من يسوع إن كان ذكا إن كان جمال إن كان إدرا على الاختراع من دون محبة وحب ما إلون عازة أبدا بيقول يسوع لأنه حتى الصلاة إذا من صليها بلا محبة ما بتنفع حتى النصيحة إذا منقولها بلا حب بتبين انتقاد الإرشاد بيقزي حتى كل شي بلا محبة نعم له بلا عازة ومرة شايفت أختها الرهبة كمان بالداري اللي عندها وياها صداقة رهبة تاني قالت لها شو بك هيك تكتعباني؟ قالت لها الرهبة لتراز مظبوط أنا عم بعمل قيماتي لشخص قالت لها وشو عم تعملي؟ قالت لها عم أصهر كرميلو عم جرب منام كرميلو بتقلها تراز تقبل نصيحتي؟ القيماتي واحدة ما بتكفي يسوع طلب مننا إنه نحب كمان تراز بتقول نقطة كتير حلوة علمني يسوع التخلي ما أنسب شي لإلي وما أقعدش في حالي إنه أنا عملت هالعمل الحلو وهالعمل الحلو توصل التراز تقول بكل أناعة أنا ما بعمل شي الرب هو اللي عم يعمل فيي أنا إيديت بين إيدينا الرب بتقول إذا شي مر علمه يسوع بدلا نساعد عن جد إنسان خاطئ إذا استعملنا الأسلوب بالقوة والعنف بتقول ما منكون أوفية للمحبة بالعكس نحنا منا مسؤولين لنكون حكام على أخطاء الآخرين ونحكم عليهم لازم ما نكون قضاة سلام لازم نكون ملائكة سلام وأكتر شي اللي بحب يسوع إنه نتوصله ونشعر نحنا بفرح كبير هو بتقول لما نحب من كل قلبنا وما يكون فينا بقى إلا حب وما نفكر إلا بإيجابية تجاه الآخرين لأنه الحب الحقيقي بتقول والفرح الدايم هو لما نتمم مشيئة الله على الأرض في شغلة وحيدة حزنتها لتراز بحياتها وكانت أصعب مرحلة بحياتها لدرجة إنه تراز وصلت بتقول لليأس من دون درجة شو صار معا؟ بتقول التجربة لما تخيلوا أي متن بعد فترة صغيرة لما تكرسي بتراز حياتها للحب بتقول سمح الرب بتجربة كتير كانت قوية علي ولو ما قدرت الرب ما قدرت لوحدة أنا قوم منها هي التجربة في صحافة فرنسا وكاتب اسمه ليوتاكسيل استعمل اسم ديانا فوجن هي بالحقيقة ديانا فوجن إنسانة كانت استغل قصة حياتها وكتب العنوان إنه هي كانت ماسونية تخدم الشيطان وارتدت عملت إلى الكاتوليكية هيدا العنوان أثار حشرية كل الأهالي بفرنسا وأخذ رواج كتير وصاروا يتابعوا ليوتاكسيل يلي صار يكتب مستعان بهيدا الاسم لكن حتى تأثرت ديسي تريزا بأقويل ديانا فوجن يلي هي محسبة عم تقرأ لديانا فوجن ولما كتبت مسرحية بتقوم تستعمل بعض جمل من هيدا الكتاب بعد أربع سنين صار مؤتمر صحفي وتكذب فيه وتبينت شخصية ليوتاكسيل واللي هو مصوني واللي هو هون إذا بدنا نفوت بتأمل أوسع أكتر لأنه فعلا ديانا فوجن ارتدت والشيطان خسر نفس ولع الشربي ليوتاكسيل المصوني يلي هو يجرب يزغزغ ويرد أشخاص كتيرة للشرير ويقلقهم بدل روح ديانا فوجن يلي ارتدت وكانت للشرير وصارت للرب بيغفر وبيستجاب وصارت تحقت بالمسيحية بالكاتوليك تحديدا وهون بس الويل قال يسوع لمن يقف حجر عسرة لهؤلاء أمام هؤلاء إخوتي الصغار بس بالحقيقة تعبت روحها للاختراز وبتقول أنا صادقة وما بكذب حتى بكتاباتي وصل فيي الشك إنه اتسأل واكتب هل عن جد في حياة أبدية تانية وسمعت هون أصوات أصوات كتيرة عم يتمسخروا عليها وعم بيقلولا عن جد أنت بديكتم تلك الحياة الأبدية التانية إيه كملة معنا كملة معنا تقدمي صوبنا على الليل الطويل الأسود بتقول هي كلمة حيوة لتتريح قلبها وتتذكر الأشياء اللي كانوا فيها بالأول كلمة يدوا بالقلقة وشكها وجعت وتعبت كتير تحتى قالت وين اللي كانوا فيي وين قوتي خسرت كل شي رح كل شي اختفى كل شي ما بقى فيي إلا الحب بس بنفس الوقت الحب هو أساس الحياة وهو اللي بيعطي الحياة وكانت دايما يهمس له ويقل له هيده تجربة ما تخافي هيده تجربة رح تطلعي منا ومرة بتقول وقفت شايفت رؤية إنه شايفت المصلوب عم ينزف دم بتقول ما في حدا حد إجرين المصلوب ليلم هاد دم أنا رح أوقف كل الليل قربت على إجرين المصلوب وشايفت وجه وتعبير وجه الحنونة المتقلم يلي ملياني حب يلي عم يبكي وعم يصرخ أنا عشان عشان خلص النفوس بتقول ترى الساعتها أنا حسيت بنفس العطش بنفس العطش وقلت له خلص يا يسوع أنا رح صليلك لهالنفوس ورح رد لك ياهن كلن وبوقتها كتبت صلاة وقالت يا رب ارحمنا ردنا اغفر لنا ردنا لإلك مخلصين نحن ضايعين وتذكرت كلام يسوع يلي علمه بالدير والهمه وقالها هي قالت بتقول يسوع ما حكيني بالكلام بس عطول كان الإلهيمات تكون واضحة وينزلوا كلمات وأفكار واضحة براسه هو اللي قالها اللي لازم تستفيده من كل المراحل اللي بيمرقل بحياتك المنيحة والعاطلة هيد المرحلة العاطلة اللي أنا مشيت فيها اكتشفت قدي فيه نفوس بعيدة عن الرب قدي فيه نفوس ضالة وقدي بشعة الحياة من دون الرب وقدي فيه سودوية وقدي فيه بشاعة من دون الرب وقدي أنا اكتشفت لازم صلي لهالنفوس لردة للرب العطشان أنا تمنيت يكون إلي هالدور وقلت له أنا القلب أنا الحب يلي حبك أنت بدك تمليه من حبك ويلي هو رح يردلك كل النفوس وبلشت حياتي جديدة عن تراز هي الصلاة لارتداد الخطأ والملحدين وكل إنسان بعيد عن الرب ليتعرف عن يسوع لأن تراز بتقول قصة قصة روح أنا بدي عرف الكل على يسوع لأنه اللي بيتعرف على يسوع مش ممكن ما بيقدر إلا يحبه كل بعيد عنه هن اللي ما بيعرفوه واللي رافدين يحكوا عنه ورافدين يتعرفوا عليه من شان هيك تراز اعتبرت أنه رسالتها تصلي لكل العالم وبتقول كانت مصليه بالأول من هي وطفلة بتصلي رح خبرها لحياتي صغيرة اللي تذكرتها هلأ بتقول أنا حياتي صلاة مستمرة من أنا وصغيرة كنت ألعب مع كوزينتي اسمها ماري إلا بتجي أنا وياكي نلعب لعبة الرهبة بتقول لها ايه منلعب ليلة شو من أنا عمل بتقول لها منركع ومنصلي بس ع السكت وبيصمت تركع تراز الطفلة تصلي ويمرق الوقت ويمرق الوقت وتصور ماري ناترتها تجي ماري تقول يا أختي تراز صار وقت الغداء ساعتها يقوموا وتوقف عن الصلاة هاي دي قصة صغيرة بيخبروا عن طفولي التراز نسيت خبرها بالأول لقول قدي الصلاة كانت مت على حق إلا ومتاخدة بالسماء صارت تصلي وبوقتها كمان لما قريت عن شاب رح يحكموه أعدام اسمه هاري برانزينة مجرم وبوقتها كان عامل جرايم فضيعة وآخر جريمة لقلو خنق بنت عمره 12 سنة قالت هاي دا رح يموت هاي دا نفس عم يخسرها يسوع وأنا بدي أعمل أفعيل تعويدية للرب يسامحه وصارت فعلا تعمل إماتات تصلي وتقدس وتصلي ليسوع وتقلو دخيلك وكتير كتير سهري تكرميلو وتقلو بس فرجيني اندو طيب فرجيني انو روح ورجعت لقلك بصور الفيلم بالجرايض طلع تاني نهار بيحكو انو كان رافض يتوب بس فجأة قبل ما يحطو حبل المشنقة على راسو برم دغري وأخد الصليب نتش من الأبونا وبسج روحات المسيح ثلاث مرات وهيكو وصلى لتراز النعمة انو صلاتك استجيبت وكأنو الرب عم يشكرا فرجيها انو غفرتله لهالنفس وهيدي النفس ارتدت وما نزلت عجهنم وربح الرب يسوع وبتقول تراز حملت بصلاتي كتير من العالم من المدنية وخصوص الكهنة وكنت رئيبن فيه كهنة امدسين وفيه كهنة عم يتجربوا كتير ومن بيناتهم بتذكر كهن بدهر من الفاتيكان ليتجوز مدنة أرملة وجيب منها ولد والغريب بالأمر انو كمل فتح كنيسة على حسابه وكمل يعمل محاضرات ويوعز وهي قالت الكل طلعه ضده بس هي حملته بصلاته وتقول هيدا خيه هيدا ابن مريم هيدا بده صلاة كتير حتى اخر مناولة لإله قدمتها على نية روح هيدا الكاهن صلوا صلوا لانو الصلاة بتقلنا تراز تطلع عند الرب وبتنزلكن نعم كتيره نهار الجمعة العظيمة سنة 1896 تراز كانت عم بتصلي فجأة شعل صدره حست بنار ركدت على غرفته تفت دم نزل دم من تمه ركدوا جيبولا الحكام الحكيم الطبيب قالهن الطبيب عنده مرض السل كلهن خيفه وتراجعه وزعله إلا هي قالت هيدا إشارة بداي الرب عن بيقلي هيدا اليوم بالذات نهار جمعة الألام واجعي اليوم هي مواسطة ومشاركة لألامه كانت سعيدة كتير إنها تخفف عن ألام يسوع بهالوجع اشتد مرضة وصارت جسمها يضعف شوي وشوي أكتر وأكتر ما عادت تقدر تقوم بكل وجباتها حتى عملها مع المبتدئات حتى مشاركتها بالأدديس والصلاة لازمت الفراش بس عملت تسعوية لما اشتد وجعها وطلبت من الرب يسوع يسمح له إنه لما تصير بالسماء يسمح له تعمل منيح على الأرض وقالت براسة مثل ما الرب يسوع هو حاضر بحياتنا هي لازم تكون حاضرة وتساعد الناس مثل ما كانت عم تعمل تجرب تعمل على الأرض وقالت السماء ما إنه ما كان للراحة أبدا السماء هي ما كان في حياة وحياة كتيرة ومن هون قالت جملتها الشهيرة يلي كلنا منستعملها أنا لا أموت أنا أدخل الحياة وضلت بنفسية مع إنه الوجع يشتد هي تقول أنا كل ما وجعي اشتد كل ما اتحط أكتر وأكتر بالرب يسوع لأنه يسوع حاضر معنا بكل لحظة وقالت جملتها أنا لا أتوجع إلا لحظة واحدة لأنه هيد اللحظة بتكون مع يسوع وإذا كانت مع يسوع بتخفي كتير مع كل وجعة كان فيه سعادة كان فيه سلام كان فيه طمأنينة كانت أكيدة إنه الرب يسوع اللي شبهت إيدي بالأسانسور رح يحملها ويرفعها لفوق وتكون مع الإبديسين هي قالت أنا عمري 24 سنة رح أطلع على السماء لساعدكم الرب يسوع ساعدني ووعدني وحست إنه خلص آخر كلمة بدأ تقولها اختارت تقول يسوع أنا بحبك وأسلمت الروح وبدي أقول إنه هلأ اللي رح نشوفه الإديسة ترازة بدايرة حاطينا على بزيز وفوق منها شخص العدرة على بعيد الشخص الأبيض يلي كان بغرفتها وعمل معها الأعجوبة ياريت لحظة تأمل بها الصورة ونشوفها سوا وبنتأمل وبعد ما سمعنا قصة روح يلي هي قصة الحياة الإديسة تراز طفل يسوع يلي كتبتها بكل بساطة وشفيفية يلي قالت إنه اكتشفت إنه يسوع كان معي وحاضر معي بكل لحظة كمان ما فينا نقول وننكر توصياتها بتوصينا تراز إنه بكل واحد مننا لازم ينتقل ويتغير من إنسان عادي لإنسان إديس بتقول مش المهم يكون رجال بالسلطة قوي الأهم إنه يكون رجال بالسلطة إديس وما أحوجنا لكلام الإديسة تراز الطفل يسوع بزمننا لأنه بتقلنا لازم تعو نبني الوطن بس تعو نحب يسوع لننجح ببناء وطن ما فينا ننجح إلا ما نحب الرب يسوع لأن الرب يسوع بيخلينا نفرق بين الأعمال البطولية والأعمال الصالحة الرب يسوع بيعرفنا على الحب الكامل على كلنا سوى ننهض ببعضنا ما نعمل فرقات ننهض واحد متل ما الرب حدنا كلنا سوى بنفس الطريقة بدو إينا كلنا نسوى نحب بعضنا كلنا سوى بنفس الطريقة إذا عجبتكن قصة تراز وإذا عبيلكم عن جد أنتوا تكونوا إديسين ما إلكم إلا تمشوا على طريقة لنوصل كلنا على السماء وسلم المسيح ترجمة نانسي قنقر